السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد سنتعرف معا في هذا الفيديو على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي ينزل به ريلمين 9 برو النسخة العالمية قبل ان نبدأ الفيديو لا تنسى الاعجاب بالنقرأ على زر لايك اذا كان لديك اي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات اما اذا كانت هذه اول مرة تجاهد قناتنا لتضيع هذه الفرصة اشترك الان وفعل زر الجرس لتكون متابعة لاخر الاخبار وتطورات التكنولوجية اولا باول منذ شهر تقريبا تعرفنا على النسخة الصينية من الريلمي 9 برو الان واليوم بالتحديد تعلن شركة الريلمي على النسخة العالمية من هذا الجهاز هناك ايضا ال 9 برو بلاس الذي يأتينا بمواصفات افضل سنتعرف عليه في الفيديو القادم في هذا الفيديو سنركز فقط على محتويات العلبة والسعر الرسمي الذي تنزل به النسخة العالمية المواصفات الكاملة لهذا الجهاز تجدونها في الفيديو على القناة يعني هناك فيديو اخر يتكلم على المواصفات ننتقل اصدقائي الى محتويات العلبة ومع فتح علبة الريلمي 9 برو اول ما نجده هو هذا صندوق الاصفر الصغير الذي يحتوي على مجموعة الكتب المانولز الخاصة بالجهاز كمان نجد فيه كوفر بلاستيك شفف لحماية الريلمي 9 برو بعدها نجد الجهاز هذا هو الريلمي 9 برو الذي يأتينا بتصميم تحفة هنا تصميم ممتاز جدا مع ظهر ليمع بعدها الريلمي 9 برو نجد بقية المحتويات المتمثلة في كيبل شاحن يأتينا من نوع USB Type-C وشاحن سريع هنا شاحن يأتينا بسرعة ثلاثة وثلاثة نوات هذه هي كل محتويات علبة الريلمي 9 برو تقريبا لا يوجد اي نقص في علبة الريلمي 9 برو معدى السماعات التي لم نعد نراها مع اي جهاز في العلبة يعني كل الشركات أزلت السماعات بصفة نهائية معدى شركة او اثنين هذه هي محتويات العلبة بالنسبة اصدقائي الى السعر الرسمي الذي ينزل به الريلمي 9 برو هو بداية من 240 دولار لنسخة السترهم و 128 جيجا مساحة داخلية يعتبر سعر ممتاز جدا فعلا الجهاز يقدم قيمة كبيرة مقابل السعر والنسخة الاقوى نسخة 8 رام و 128 جيجا مساحة داخلية تأتينا بسعر 280 دولار فعلا هنا كما ذكرت اصدقائي الجهاز يقدم قيمة كبيرة جدا مقابل السعر تأكد ان تشاهد فيديو المواصفات الكاملة لهذا الجهاز لتتأكد بنفسك بان الريلمي 9 برو يعد صفقة ممتازة في الفئة السعرية التي ينزل فيها هنا اصدقائي وصلنا الى ختم هذا الفيديو اشكركم على المتابعة اتمنى انكم استفدتموا ان الفيديو اعجبكم في الختم لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد اراكم في فيديو قادم الى اللقاء وشكرا